الثمينة صباحاً وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع ليندى الشريوت فدري ليندى شكراً جمعنا الثمينة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تبادل رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وأعرب رئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهاني وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دعين الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام والظهار وأن تتحقق فيه الأمال والطموحات نحو مستقبل يسوده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية كما بعث رئيس السيسي ببرقية تهاني إلى مسلم مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وطلق رئيس السيسي برقياته تهاني بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له متمنين لمصر العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة أتولي الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم وخلال مؤتمر صحفي أضاف مدبولي أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت من 290 مليار جنيه عام 2015-2016 إلى 490 مليار جنيه للعام المالي الحالي وأشار مدبولي إلى إضافة 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وقرامة بإجمالي 4 ملايين و100 ألف أسرة وبتكلفة تقدر بـ 22 مليار جنيه كما أعلن مدبولي عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية من خلال رفع عدد المستفدين من برنامج تكافل وقرامة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة أعلنت وزارة الخارجية متابعتها باهتمام بالغ من خلال القنصلية العامة لمصر في الرياض تطورات قضية تعارض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم وأضفت الخارجية في بيان أن القنصلية المصرية تتابع الموضوع على مدار الساعة وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن فضلا عن زيارة المواطن المصاب للإطمئنان على حالته الصحية وأشرت الخارجية إلى أن القنصل العام طارق المليجي يقوم بمتابعة تطورات القضية بشكل مستمر مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية في السعودية وإمارة منطقة القصيم والذين يبدلون جهودا مقدرة في التعامل مع تلق القضية أعلنت إستونيا إقاف إصدار التأشيرات أو تصريح الإقامة للمواطنين الروسي راغبين في الدراسة بها وقال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو في بيان إن استمرار العقوبات على روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر عليها مضيفا أنه إذا سعدت العقوبات على إقاف العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمن بلاده قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة واعتبر بايدن أن القانون يفي بالوود التي قطعتها واشنطن منذ سنين مشيرا إلى أنه سيتم وضع حد أدنى للضرائب المفروض على الشركات بـ 15% وشدد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتضل رائدة في مجال الأبحاث كما حث بايدن الكونغرس على تمريد القانون المقترخ موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف الضغط لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرهم جراء فايدانات مدمرة سببها هطول أمطار غزيرة في شرق ولاية كينتاكي الأمريكية وصف حاكم الولاية الفايدانات بالمدمرة والمميتة وأنها الأسوأ في التاريخ وتوقع أن يكون إجمالية عدد الضخية من رقمين وأعلن الحاكم الديمقراطية حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات كما تم نشر أربع مروحيات تابعة للحرس الوطني إضافة إلى قوارب مطاطية للمساعدة في عمليات الإغهة نهاية منجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل